موسيقى تناولتم موضوع البنات ما يبوني قارون نفسهم في الشباب خبرين عن هذا التحقيق اللي سوتوه صحيح هالموضوع طبعا نزل في عدد سيدتي لهذا الأسبوع الموجود بالأسواق هالموضوع كان تحت عنوان تناول خمس دول ضمنها الكويت الإمارات السعودية المغرب وفلسطين ليشتون سلاء ما بعرف نازم نحكي مع المحررين فهالموضوع طبعا حكى عن رفض الشابات للمقارنة مع الرجال والشباب بشكل عام الفكرة بتعرفي أنه فيه دراسات كتير عم تطلع ودراسات هاي طبعا تقارن بين المرأة والتو بالضبط وبتقارن ما بين المرأة والرجل فيه أمور يعني مرات سلوكية مرات فيسيولوجية مرات بيولوجية فهلا الفكرة أنه البنات طبعا احنا اخذنا مجموعة آراء للشباب وصبايا شو أهم الأراء اللي بسيطتكم طبعا إحنا خلينا نحكي مثلا فايزة محمد بتحكي هي من الناس اللي بتقرأ هيك دراسات بتحكي إنه قصة لصديقتها إنها كانت في منافسة في حمية بالوزن بينها وبين خطيبها فانصدمت في دراسة بتحكي إنه إنه الرجال إنه يعني يعني بيخسروا وزنهم بسرعة أكبر من المرأة رغم طبعا إنه خطيبها كتير شرحي يعني بالأكل فهي تتمنت للوهل إنه تتحول لرجل إنه ما تكون إمرأة علشان إنه تخسر وزن بسرعة شو أهم القصص بعد؟ طبعا فيه كمان من السعودية الشاب مازن بيحكي إنه هو بيحكي إنه هاي الدراسات هو بيآمن فيها وبيقرأ بيتابعها وبيحكي إنه هاي الدراسات مستوحة طبعا من الواقع الحياة اللي عم بيعيشوا الناس فبالتالي إنه يعني ضروري إنه الواحد ياخدها بعين الاهتمام لحتى إنه يعني يفهم الآخر بشكل جيد بعدين فيه دراسات علمية بعد هالا مو بس دراسات يعني بعلم الاجتماع فيه دراسات علمية ممكن تخلي الفرق بين المرأة والرجل اللي بيين أكثر صحيح وفيه دراسات بتعتمد على كمان يعني خلينا نحكي على دراسة على عدد معين من الشريحة من الناس خاصة إذا كانت تتعلق بالمرأة أو إذا كانت تتعلق بالجنسين فيعني مدى صحتها بتكون برضو في ناس ما بيآمنوا في مدى صحتها وتوثيقها طيب هالا لو تخبريني شو أهم الأراء اللي كانت على الفيسبوك طبعا إحنا طرحنا السؤال على الفيسبوك اللي حكينا إنه برأيكم هل المقارنة ما بين الشباب والشابات أو رجل المرأة بشكل يعني عادل طبعا كانت الردود مهولة من ضمنها طبعا هاي الردود خلينا نحكي إنه قسموا لرأيين أو ثلاث آراء أحد من ضمن هاي الآراء آخرين نحكي إنه ريم نمطير بتحكي أنا كأنثى أقول رأيي ولا أمثل برأيي بقية الإناث لا أريد المساواة لأننا نكمل بعضنا وكل فرد بحاجة للآخر لكن عدات المجتمع العربي وتقاريد والبالية التي لا تموت للديانات السماوية بصلة هي السبب في هذا النزاع الموجود طبعا ماي ماي بتحكي ما في عدالة أكيد والأكثر تضحية هنا النساء لأنهن عاطفيات لوتوس لولو بتحكي الرجل مثل الشمس والمرأة مثل القبر يعني أنا ما بعرف كيف التشميع حتى العكس الشرط مذكر والقام أميرة بكبريائي بتحكي مهما كانت المرأة قوية لن تكتمل أنثتها إن لم يكن رجل في حياتها قد يكون هناك تفاهم ليس مقارنة طبعا البعض حكي إنه لازم إذا قرننا إنه ما في عدالة في المقارنة البعض الثاني إنه حكي بيكمل بعضهم البعض والنقطة الثاني إنه المرأة مظلومة بجميع الأحوال طيب شو كان رأي المجتمع في المقارنة بين المرأة والرجل الأخصائي الاجتماعي الأسري اللي هو الأستاذ أو الدكتور هاني الغامدي من السعودية هاني الغامدي حكي إنه الأصل إنه في الإنسان إنه يعتمد هاي الدراسات مش موثقة فهو مش مع إنه ناخدها بعين الاعتبار والاهتمام لازم نعتمد على الدوريات العلمية اللي بتكون موثقة والدراسات الجامعية الموجودة على المواقع الجامعات تثبتها وبتكون موثقة علمياً صحيح فبينما عندنا الدكتورة ليلة البلوشي من الإمارات مدربة التنمية البشرية تحكي إنه لا هاي الدراسات هي مهمة ولازم ناخدها بعين الاعتبار من الناحية الفيسيولوجية للناس والسيكولوجية ندير نفهم الشخص الآخر ونبني جسوري التواصل ما بيننا وبينهم حالو، هل سنتكلم الآن عن قسم خصوصيات في سيدتي نتخبرين عن هذا القسم أكثر تثبت، هذا القسم هدى بيهتم بالمرأة بشكل عام بجميع جوانب حياتها سواء كانت متزوجة، سواء كانت فتاة، سواء من الناحية الزوجية، من الناحية العملية كتنمية مهارات، تطوير ذات، كمان بيهتم فيها من ناحية المواضيع الطاقة من أبرز المواضيع أحكي بشكل سريع هيك لآخر فترة نزلناها أهم المواضيع إعرف شخصيتك من موضع خاتمك طبعا هالموضوع إذا حطيت الخاتم هنا شنو يعني؟ إذا حطيت الخاتم هنا معناته أنت واثقة من نفسك الله يا سلام وإذا حطيت الخاتم بالإبهام معناته أنت متعالية وشايف حالك أنا الصبح كنت حطت هنا خاتم وخاتم هنا، يعني شنو هنا وهني شنو؟ هون أنت شايف حالك متعالية، هون أنت إنسانة بسيطة أوك، يعني متعالية وبسيطة شنو أنا حراتك في الصوبين تجمعي من نشاتك، نجعل نحكي دراسة مزين وهني؟ هون مو متذكر مني، فس خلي المشاهدين يعني يدخلوا ويشوفوا إن شاء الله وانت بعد كمان الحلقة، ودخلي بتابع الموضوع أكيد بتابع سيدي سيدي فيه كمان ديجافو وأسرار تكرايل الأحداث نفسها اللي هو أحيانا أنت بتهيألك بتكوني في جلسة مثلا أنا وياكي كأنه هاي الجلسة مر علي أو عايشها من زمان طبعا هاي أمور بتتعلق بالطاقة وبسيكولوجية الجسم نفسه وهو جنين طبعا في موضوع ثالث سبع حقائق مفاجئة عن أحلام هكذا تعمل الذاكرة وخمس أساليب لا تنشيطها في زمن نحن نعيش في زهايمر كتير أمس حلمت حلمت صبع نسيتها ما ذكرتها قاعد أحاول ذكرة مراضية ذكرة أنا كتير بنسى أشياء في هاي الفترة ما أمعرف ليش لازم نعمل تمرين توشيط ذاكرة لازم ضروري طبعا فيه كمان مواضيع تاني بتتعلق بالسايت بشكل عام من أقسام أسرة ومجتمع من قائلنا مثلا كمان بالفيديو والصور حكاية الشابة المحشورة في جسد الطفل الرضيع هذه قصة تحقيق هندي طبعا هذا طبعا عروين سيدتي نت لهذا الأسبوع بالزبط طبعا في عنا كمان نساء يمكن أن يخلنا أزواجهم طبعا هذا الموضوع جاب ترينز كتير على السوشيال ميديا ولاقة جدل كتير فضيع عنا كمان سبع طرق تساعدك على ترك التدخين بأنواع في قسمنا البنات فقط سواء كنت مدخنة سيجاريتس عادي أو كنت مدخنة أرقيلة منتشر التدخين الحين في مجتمعاتنا بكثرة كتير مش شوي تلاتين نصيحة لرفع مستوى ذكائك وحضورك من قسم ثقافة وتعليم بس خلاهم جاءوا عندي أذون طبعا هدول هم المواضيع نتمنى أن مشاهديننا مثل ما بنحكي دايما يتوجهوا لموقع سيدتي دوتتت ويسجلوا على موقع الفيسبوك لايك وطبعا قنوات التواصل الاجتماعي بشكل عام للمجلة تويتر فيسبوك يوتيوب انستجرام أكيد كل مواقع التواصل الاجتماعي احنا دائما متابعينها في سيدتي نت وأكيد جمهورنا بعد اتابعها أنا بشكلتش على حضورك معانا ورح خليتش معاي عشان بسألت شوائد اسئلة عن سيدتي نت ولكن جمهورنا اللي تابعون تسألون عن تفاصيل وعنوي موقع سيدتي نت تقدرون تدخلون على الموقع وتشوفون أهم التفاصيل أكيد يخص كل مرأة عربية وخليجية وكل فتاة رح نكمل فقراتنا لليوم لكن بعد هذا الفاصل في الجميلة هذا الشهر When comes the bride أنت عروس الموسم أكثر من 60 فستان زفاف من دور الأزياء العالمية والعربية مكياج عروس ربيع 2015 من بسان فتوح وفادي قطايا وهالة عجم ملاف خاص لبشرة خالية من الشوائر Hot Couture Roundup ساعات فاخرة من SIHH 2015 الجميلة هي أنت تابع الجميلة أيضا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام في سيدتي بعض الفاصل، التغذية، وعلاقتها بمزاج الإنسان ونومه